وضع اليوتيوب استغلال الأطفال والحجب المحتوى العربية ليس فقط وضع المحتوى الإسرائيلي وترويجه والرواية الإسرائيلية إنما حجب الرواية الأخرى التي يمكن أن تواجه الرواية الإسرائيلية يعني حتى التنافس غير شريف على وسائل التواصل الاجتماعي دائما لو عدنا إلى الفيديو الأول يعني لما تحدثت شامسكي عن عدم الاحتضان وعدم التأييد لهذه القضية وبطبيعة الحال تحدث عن الأسباب اليوم يمكن القول كمال أن الواقع يتغير قليلا يعني قليلا إلى أكثر من قليلا لو أردنا أن نكون إيجابيين يعني إلى حد ما اليوم مثلا القناة 12 إسرائيلية تقول أن وسائل الإعلام الأجنبية بدأت تتبنى السردية الفلسطينية انطلاقا من الديبيت أو الإشكالية التي حصلت حول موضوع المجزرة البارحة وتحميل المسئوليات أيضا يعني عندما نشاهد أنه فيه شخصيات وناشطين ناشطون على منصات تواصل اجتماعي ومؤثرون يقومون بنشر فيديوهات عن الفلسطينيين يعني بشكل طبيعي وعفو وتلقائي هذه من الأمور المختلفة التي لم نعينها في السابق وبطبيعة الحال هذه عملية مراكمة مع الوقت ستتغير الأمور وسيتغير نضج ومعرفة ووعي الشارع الغربي بحيثيات هذه التفاصيل مثل هذه الفيديوهات لشخص يتحدث أو يتساءل أنه عن الألية الإسرائيلية التي تستهدف إصعاف في غزة ويستفسر عن عدم تعامل الإعلام الغربي معها مثلا هذه من الأمور المختلفة التي نعينها أيضا على منصة تيك توك على وجه الخصوص لأنه تضم الكثير من المؤثرين الشباب والمراهقين الذين يعني هم بصدد تشكيل وعيهم السياسي وما شابه نلاحظ أنه في مستوى مختلف من طريقة صناعة ونشر المحتوى والفيديوهات ربما سأقف عند هذا الفيديو من تيك توك تحديدا نتابع هذا الفيديو يخص الأطفال هذا دعاية كما شاهدنا في هذا المحتوى الذي انتشر على تيك توك انتشر على يوتيوب وانتشر حتى قبل تحميل التطبيقات لكن ليس هذا الفيديو الذي أشرت إليه أردت أن أتحدث عنه نصة تيك توك تحديدا نتابع نتابع بالسطين إذا أردت أن تريد أن تتساعدني بسبب هذا هذا مفيد إذا أردت أن أخرى لا تريد أن تعمل معي بسبب هذا هذا مفيد هناك مفيدات كثيرة في العالم نتحدث عنهم هذا لسان حال الكثير من المراهقين ومن المؤثرين على حسابات أو على منصات تواصل اجتماعي الذين يعني يخافون من النشر لأنه في علامات تجارية ليس من مصلحتها أنه يكون المؤثر أو الوجوه الخاصة بهذه العلامات التجارية يدعمون القضية الفلسطينية وطبعا لديها الملايين من المتابعين والمشاهدات أمر لافت أن نجد في هذه الأعمار الفتية أنه في هذه الجرأة وهذا الوعي وبطبيعة الحال أردنا الحديث عن موضوع الدعاية ننطلق ربما من هذا المقال في بوليتيكو الذي يوثق كيف تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بإغراق المنصات بالدعايات المدفوعة والدعايات الموجهة على مختلف منصات تواصل اجتماعي للتأثير بالرأي العام هذا الفيديو الذي شاهدناه قبل ذلك عن موضوع الأطفال واضح من موضوع الألوان والمؤثرات الصوتية المستخدمة أنه تشعر وكأن المادة هي مادة للأطفال ولكن عندما يبدأ النص بالعرض تجد أن الرسالة موجهة لأهالي هؤلاء الأطفال وتقول لهم بصريح العبارة أنه يمكن أن تكون مكان الأهل في دولة الاحتلال الإسرائيلي ويعيدون سردية قطع رؤوس الأطفال وطبعا جميعنا نعرف أنه معلش نشوف الفيديو مرة ثانية إذا كان زميلنا المخرج يعرضه لنا مرة أخرى موسيقى 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 يعني المادة عندما تظهر أمام التطبيقات الألعاب الأطفال والفيديوهات الموجهة للأطفال في المقابل ماذا تفعل هذه المنصات منصة يوتيوب على وجه الخصوص تمنع الترويج للدعاية السياسية ولكن بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي كل هذه الأمور متعة موسيقى أن هذا الدعاء كاذب سيدة بهية أنه قطع رؤوس الأطفال طبعا وثبت ذلك إلا أن حتى الواقع الواقع يعاكس ما يجري أشلاء أطفال غزة اليوم الأطفال الفلسطينية التي تعرض على كل الشاشات العربية نحجب بسببها لا أحد يعني لا أحد يشير إليها في هذا العالم نحجب حساب الميادين يحسب ويهدد بالإغلاق تهدد صفحاتنا بالإغلاق لمجرد أن نقوم بتوثيق هذه الصور ونشرة كما هي أما بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أن الدعاية السياسية الموجهة والمدفوعة مرفوضة على هذه المنصات هي متاحة لهم ويفعلون ما يشاءون حتى أن الوصوم المتعلقة بغزة وطفان الأقصى منذ الأيام الأولى يمنع استخدامها وتحضر الحسابات الكثير من الرأي العام العربي الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يشتكي من هذه المسألة لأنك إذا وضعت أي كلمة تعاطف مع الشعب الفلسطيني فأنت معرض للحجب أو التقييد على وسائل التواصل الاجتماعي وفيه عملية حضر ممنهجة للمحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه ربما مجموعة من الحسابات التي توظفها آلة الدعاية الإسرائيلية لنشر الدعايات المدفوعة وهنا طبعا من باب النصيحة والتوجيه لأن الجميع يستطيع التحكم بهذا الموضوع ممكن الدخول إلى هذه الروابط التي يمكن تغيير الإعدادات من خلالها وحجب كل هذه الدعايات من الظهور على تطبيقات الأطفال والأجهزة التي يستخدمها الأطفال سيدة بهية أيضا المزيد في حروب الإعلام أيضا الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بنشر مواد إعلانية لحجد الدعم عبر المنصات هذا بالإضافة لما تحدثت عنه حجب المحتوى الآخر المعاكس تأكيد إضافي على ما تفضل به دكتور سيف كنت أعاين الآن هذه التغريدة أو هذا المنشور وهو على تلفزيون أوكراني يشرحون للجمهور لماذا يجب الاختلاف بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي لماذا على الأطفال في إسرائيل أن يعيشوا ولماذا على أطفال فلسطين أن يقتلوا حتى هذه المادة تنشر بشكل طبيعي ولا يتم حجبة ولا يتم التعامل معها هم يقولون ذلك مباشرة نعم نعم هذا الفيديو مكتطف من تحليل عن قناة أوكرانية أردنا بالتبرير كنت أشاهد الترجمة إلى الإنجليزية بالتبرير أن الطفل في إسرائيل يعني يتربى على المحبة ويحتضن من قبل العائلة وما شبه أما في فلسطين المختلف والإرهاب ولا يذهب إلى المدرسة ويتعلم على كيف يستخدم السلاح والذخيرة طبعا بدون أي سياحة مكان يتحدث عنه الدكتور سيف قبل قليل بطبيعة الحال كيف ينظرون إلى الشعوب الأخرى الهجوم مستمر ربما نستعرض سريعا أبرز النقاط التي تغذر وتسعر حالة الترهيب التي نتحدث عنها أولا تحدثنا عن ترهيب الصحفيين لأن هذه الجريدة أو هذه المجموعة الصحف والمجلات التي تنشر كان فيه بمضمون الحديث في سكوب الأكسيوس أنه حتى الصحفيين الذين يعملون في هذه المؤسسات ضمن عليهم حتى مناقشة ضمن السياسة التحريرية أي مصطلحات سيتم استخدامها عند توصيف حركة حماس يعني هذا الصقف المسموح الحديث عنه أو استخدامه بإطار حرب المصطلحات والمفردات التي توظف في مقالاتهم وفي تغطيتهم الإخبارية بنفس الإطار موضوع الدعاية الموجهة يستهدفون الأطفال هنا استهداف الأطفال واستخدام المادة الموجهة للأطفال لهذا يأتي ضمن الحرب النفسية والحرب والتحليل السيكولوجي للأهل لأن هذا نوع من الاستجداء ونوع من شد العصب عند الأهالي لأنه في أهل سيتعاطفون مع هذه المشاهد ومع هذه المؤثرات لو نذهب إلى جانب آخر هو حرب النجوم وحرب المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي باتت هذه الحرب يعني نتحدث عن قيود المؤثرون اليوم عليهم أن يراعوا الشركات المنصات يعني حتى أصحاب العلامات التجارية وبطبيعة الحال كما ذكر دكتور سيف يعني اللوبي الصهيوني يتحكم بالكثير من هذه المصالح ومن هذه يعني باختصار سيدة باهية من يفكر أو يقدم على التعاطف مع الفلسطيني يدفع ثمن كريم بنزيمة مثلا نشر هذا النجم الرياضي نشر تأييده للفلسطينيين ودعمه للفلسطينيين اليوم حملة ضجت بها من الصدق اعتبروا داعش وطالبوا حتى بسحب كل الجوائز العالمية التي سبك وحصل عليها يعني هذه عينة من المواد ولكن لاحظ معي أيضا ماذا يرد عليه جون لوك ميلانشان عندما يخاطبه مباشرة يقول له أنا لا أعرفك شخصيا ولا أعرف أي شيء عن كرة القدم على وجه الخصوص ولكن الحكومة الفرنسية وأصدقاء بالإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو اختاروا أن يشيطنوك استخدم عبارة وضعوه بخانة الشيطنة وبرر له لماذا يكمون بهذا الفعل وبالتالي الخلاصة هو يعتبر أنه شخص مهم وكوي لأنه اتخذ هذا الموقف واستطاع أن يواجه حتى محمد صلاح يعني أحجم كثيرا رغم ضغط الجمهور العربي تأخر كثيرا صلاح وبالتالي كانت الشتاء وكانت تبرير له في ذلك الوقت أنه الرجل عليه ضغوط قد يكون ضغوط شركات قد يكون ضغوط عقود قد يكون ضغوط يفكر فيه الثمن الذي يمكن أن يدفع لكن في نهاية المطاف أخذ قراره حمد صلاح ولكن أولا تأخر ثانيا الفيديو الذي نشره لم ينصف فيه أهل غزة والمقاومة وثالثا وجدنا نجوم وشخصيات في الغرب تعاطفت مع القضية الفلسطينية وقدمت مواقف ونماذج مختلفة أهم من الذي قدمه محمد صلاح طبيعة الحال لأنه شخصية مؤثرة بشكل كبير عند الشباب العربي وما شابه كان فيه موجة استياء وانتقاضات واسعة جدا لم يتحدث حتى عن جوانب الإنسانية في المقابل كان معنا دكتور غسانب ستة البارحة وتحدث عن الأوضاع المتردية في القطاع وفي المستشفيات تحديدا ولاحظ كيف يقومون بتغذية منصات التواصل الاجتماعي بالمادة التي توظف حتى في الغرب لصناعة الصور لصناعة القصة والصناعة السردية السليمة هو صور هذه قنينة من الخل يستخدمها لتضميد الجروح ومحاربة البكتيريا على أيدي أو جروح الأطفال الذين عينهم لأنه ما عادت المواد متوفرة بين يديه وبالتالي هذه النوعية من القصص ومن المادة البصرية تخدم كثيرا في توثيق ما يحصل وفي تسليط الضوء على الحالة الإنسانية بعدما اجزرت مشفى المعمداني سيدة باهية أجريت عمليات وهذا حسب أطباء أجريت عمليات بدون تخدير على الطرقات في الطريق وبدون تخدير لإنقاذ الضحايا والجرحة سنختم بفيديو ربما يوثق أنه فعلا فيه تغيير بالرأي العام الغربي الأوروبي الأمريكي ومع الوقت ربما نعاين المزيد من النماذج المفيدة والتي يعول عليها حتى هذه النائبة التي تتحدث نشاهدها معكم نتابع تتحدث 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 تتحدث